اه طبعا مهندس اه مصطفى الشامي رئيس نادي اه بلدية المحلة والحقيقة تجربة شابة رائعة جميلة تجربة برافع عليكم هو احنا لايبنا قدامهم هم لا صراحة الجاس فاني محترم جدا نتكلم على اه طموح رئيس نادي جديد مجلس الدارة عايز يعمل طموح وعنده دوافع بشكل كبير فده اللي بوصل لك للنجاح خج الفكرة وراهن وشوف هتوصله لا فده اللي نقصنا الفترة فات اللي احنا بنتكلم بردك ما احترمنا للناس لقبل كده الموضوع مختلف الوقت الكرة بعد تطور تبتتكلم على رجل كمس كبير ميونيخ وكماس كليزيك كان لما كان عنده كام 35 سنة 37 سنة كان دارس فاحنا بنتكلم انت لسه بيقوله عليك المدرب الشاب طب انت عندك مدرب شاب عندك 50 سنة امدرب الشاب مدرب الشاب اه ده دنيا مختلف لازم مجالات الادارة تدي الروحرية وتدي الاختيارات وبعليك ايض حسب انت بتتكلمش الوقت اللي انت اه راجل اهو بقاله كم سنة دي سنة تانية تدريب لحمد عبدالرقوف اه يعني مسك السلوه مصر السلوه ودي التجربة التانية وصل وده اللي بنتكلم مجد عبدالعطي مع زيد وصل انت بتتكلم فيه ناس اماكن فيه يعني فيه عندك البيبو اللي مثلا اللي هو راجل الموجود واحد منهم يصعد بكرة فده ده لازم موجود الفترة اللي جاي طبعا الجنة ولا فينة هم الحد اللي يصعد منهم عندهم فالدورة يبتيري بكرة فاحنا بنتكلم اللي احنا لازم لوقت الفترة اللي جاي دي نعمل كوادر بشكل كويس لازم نعمل الخطة الشابية بتاري نشتغل لبتيري ده اللي نقصنا لازم يكون عندك جروب عمل بشكل كويس ومش بشغل عبروفي مش بشغل واحد وعملها تلاتة اربعة تاني مساعدين فده هي كرة نقصة كده مش هنفضل بقى اللي احنا بقى زمان ونفضل نلفح مفيش واحدة بس خلاص هافة واحدة خجون هي بطولة كده فعشان كده دي الاندية كبيرة او دي المدرمين الكبار اللي هو مرس الجردولة اللي هو مسلا روح ببرمينخي لعب ببرمينخي للسيستم بتاع والشكل اللي بتاعه ده اللي بنتكلم فيه نتمنى تطور الفترة اللي جاية في الدورة المصري بالزبط بس انا اكتر حاجة بتساعدني في هذا الامر اعتقد ان انت حتى مجرد تهنئة النادي الاهلي لهذا النموذج الشاب كابتن اسلام ناد الاهلي طول عمر طول عمر بيدي السقة بيدي النجاح بيدي الناس كلها درافع النجاح بيدي كل حاجة ده النادي الاهلي ناد الاهلي طول عمره سبق كابتن اسلام فده الطبيعي اللي هو بيشوف النجاح فين او الناس اللي بتنجح زي النادي الاهلي بيحاول يشجعهم ده اللي بنتكلم فيه عكس ناس تانية يدور لك على الفشل ويفضل يدور لك اللي انت تبقى فشل فاحنا بنتكلم لاله طلعامر يصبا البالنجاح طلعامر هيفضل في القمة دا اللي بنتكلم عليه في حقيقة عندنا ك relation من كتر البطولات اللي بلعب فيها كتر نجاح ตرات كثيرة بسم الله ما شاء الله اليوم في ألعاب الصلاة انت واخد تقريبا كل حاجة انت Que Follow الدهيد اللي ما شاء الله واخدين كل حاجة النادل أهلي ze m'كلم ده ملفات كبيرة جدا النادل أهلي كبير طبيعي انت عندك عندك يعني أحاجات كبيرة جدا الصعبات كبيرة جدا فلازم ما توصل للنجاح وتوصل لاعلى مراحل فالطبيعة الى نادي الأهلي ده موجود في نادي الأهلي الموجودة في الناد لازم تشغل على كده اللي هو التفوق والقم على طول